مساء الخير و اهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك هنتكلم النهاردة عن فنان كانت ملامحه اقرب لملامح المصر القديم ايام الفرعنة تفاصيل وشه جمعت مبين الارستقراطي و مبين التاريخ برغم من موهبته و عشقه لمجال الفن الا ان رصيده السينمائي ما تجاوز عدد صوابع الايد الوحدة ارتبطت غالبية الاعمال السينمائية بتاعته بالمخرج يوسف شهين كتير من الناس عارفين شكله كويس اوي و عارفين قد ايه هو ممثل ممتاز ولكن محدش تقريبا يفتكر اسمه ولا يعرف حاجة عن قصته تعالوا نتعرف النهاردة على الفنان احمد محرز احمد مولود يوم 11 يونيو سنة 1949 لأسرة ثرية ميسورة الحال فهو يعتبر والده يعني من اشهر الاطباء في مصر في وقت ما وتحديدا في العصر الملكي كان دكتور الأسرة الملكة كمان والدته كانت رائدة من رائدات الحركة النسائية في مصر وكان اسمها شريفة هانم الحقيقة انه هو كان بيحب الفن اه وبيحب التمثيل اه وممثل شاطر كمان اه ولكن يعتبر انه هو دخل الوسط الفني باعتباره هاوي اكتر من انه هو حابب يحترف مهنة التمثيل حابب انه هو يصبح نجم حابب انه هو الناس تعرفوا ما كانش يعني مهتم جدا بموضوع الشهرة الحقيقة انه كمان الادوار اللي اشتغل فيها بعد كده ما ساعدتهش ابدا على الانتشار لكن الاكيد انه هو لما كان بيلعب الادوار المختلفة وبرغم عدم اهتمامه بالشهرة الا انه كان بيعمل كل عمل فني من اجل المتعة الحقيقة انه التمثيل كمان والناس بتحب تمثل يعني ايه بتحب تمثل انه دايما اقولها ان فلان الفلاني كان بيحب التمثيل وكان بيحب يمثل من صغره الحقيقة انه في التمثيل متعة كمان غير انه هو عمل يعني انه هو بيشتغل لا هو بيشتغل حاجة بيحبه التمثيل في حد ذاته بيعطي الانسان متعة وهو بيقوم بتكسيد الادوار الشخصية المختلفة حتى كمان تلاقي بعض الفنانين بيقولك انا احب الادوار المركبة اللي هي الادوار اللي بتحتاج جهد علشان البني ادم يعرف يطلحها على الشاشة بشكل صحيح وده يمكن يكون جانب من جوانب اي فنان انه هو بيحب يتعب على الدور اللي هو بيشتغله وهو بيحصل على متعة مقابل ده المهم ان المخرج بقى يوسف شهين كان بيحضر لعمل فني ما والحقيقة انه هو لقى ضلته في الفنان احمد محرز اللي ملامحه زي ما انتم متفقين تحمل البصمة المصرية الفرعونية القصيدة من اشهر الاعمال اللي تعاون فيها معاه كانت فيلم عودة الابن الضال سنة 1976 قدام حمودي المليجي سهير المرشدي والشام سليم وكمان امتعتنا بالاغاني اللي داخل الفيلم المطربة الكبيرة مجد الرومي الله يضيها الصحة الحقيقة ان الفيلم بتاع الابن الضال ده يمكن يكون من اهم الاعمال لفنان احمد محرز بسبب ان كان دوره كبير في الفيلم ده وكان كمان اسم الفيلم الابن الضال اللي هو كان الفنان احمد محرز فيمكن يكون ده اكتر دورة عمل عليه هالة على احمد محرز والنشفته كويس قوي الحقيقة ان الفنان احمد محرز تعاون مع يوسف شهين طول الوقت مثلا في فيلم اسكندرية ليه بطولة الفنانة نجلاء فتحي واحمد زكي محمودي المليجي يوسف وهبي وعزة العليلي اللي بتدور احداثه عن اسكندرية خلال فترة الحرب العالمية التانية كمان مع الرؤية الفنية للمخرج يوسف شهين في فيلم حدوطة مصرية سنة 1982 شارك الفنان احمد محرز قدام الفنان نور الشريف يوسرة صهير البابلي محسن محيددين والتم فيه تناول السيرة الذاتية ليوسف شهين تحت اسم يحية وسنة 1982 برضو مع اول افلام المخرج خير بشارة قدم محرز فيلم الاقدار الدامية وبعد كده بعد عن الفن فترة طويلة ورجع الفنان احمد محرز يشارك المخرج يوسف شهين في فيلم سكوت حنصور سنة 2001 كان بطولة لطيفة وروبي احمد توفي واحمد بدير سنة 2003 ظهر في مسلسل سيد كوم اسمه شباب اونلاين قدام امير كرارة لقاء الخميفي واحمد الفشاوي رغم قلس ادواره الا ان الكثير من النقاد اشاده باداؤه وكتب عنه الناقد محمود عبد الشكور في كتابه وجوه لا تنسى ولكن يمكن يكون بسبب ميل الفنان احمد محرز طول الوقت ان هو يكون في السينما يوسف شهين التي لا تتمتع بجماهيرية ولكن نقدر نقول ان افلام الفنان او المخرج يوسف شهين كانت دايما افلام افلام مهرجنات مش افلام جمهور عشان كمان هو ما كانش بيسعى ان هو يحقق انتشار زي ما بنقول وكان بيسعى للفن من باب الهوامج باب الاحتراف عشان كده يمكن يكون شوية ما قدرناش ان احنا نشوفه في اعمال مختلفة والفترات طويلة كان رأي الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي قال ان احمد محرز نموذج لفكرة الفنان الهاوي الغني ماديا المستغني طموحه في السينما وفي التمثيل مش كبير ولكن بيمثل بروح الهواء افلام محرز خمس افلام بس ما كانش حريص ان هو يتواجد في المصرح او التلفزيون هو كان هاوي فقط يوسف شهين منحوا التواجد وخد مساحات في فيلم عودة الابن الضال كان واضح جدا لكن لم ينفتح على سينمات اخرى اصدوا على افلام تانية غير افلام يوسف شهين وقال ان افلام محرز لم تحقق نجاح جماهريا طاغيا لكنه شكل في وجدان الناس اسم ممكن يستعدون احمد محرز يظل بالنسبة للمهتمين بسينما يوسف شهين مشروع ممثل هاوي ولكنه لم يكمل طريقه ما خرجش عن سينما يوسف شهين غير مع خير بشارة في فيلم الاقدار الدامية كما ان يوسف شهين لم يخلق نجم جماهيري محرز لم يكن عنده طموح نجمية لا اعتقد انه كان يطمح ان يكون نجم مشهور او معروف واضح ان انا كمان رأيي تماما يتفق مع الناقد الكبير طرق الشناوي المهم كده فضل بس نهاية الفنان احمد محرز في نهاية الخمسينيات من عمره رحل احمد محرز في هدوء شديد بلا صخب زي ما عاش بالضبط حياته بلا ضجيج مات يوم 21 يوليو سنة 2008 عن عمر 59 سنة الحقيقة ان الناس كتيره هي بتشوف الفيديو النهاردة مش هتعرف ان هو مات ولا هتكون بتسمع عنه اخبار خالص لانه اختفى وتوارع عن الانظار ومحدش كان يعرف اي تفاصيل عن حياته خالص ومحدش يعرف عن السنوات الاخيرة في حياته المطلوب مننا ان احنا ندعي له بالرحمة شكرا لكم اشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة